السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول قرار من فريرا بعد فوز الزمالك على التراجي التونسي عرب البرتغالي يسفالد وفريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على التراجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا ويتغلب الزمالك على فريق التراجي التونسي بسلاسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد بورج العرب قرار منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات على أن يتم خوض التدريبات غادا الخميس استعدادا لمباراة أمبي المقبلة والتوق الزمالك مع أمبي يوم الأحد المقبل على الساد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدورية المصري الممتاز وبعد الفوز على التراجي رفع الأبيض رسيده إلى أربع نقاط بينما يتواجد التراجي في أصدارة برسيد تسع نقاط وشباب بلوزات في المركز الثاني برسيد واحد ست نقاط والمريخ وأربع نقاط ترجمة نانسي قنقر